رحمة الله وبركاته أبنائي طلب التخصصات المعمرية في كل مكان دائما أسعد بلقائي بكم في حلقات مسلسلة وتخصصاتنا المعمرية النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن مادة التخطيط ودي خاصة بالأعمال الصحية الصف الثاني يبقى حلقتنا النهاردة مخصصة للصف الثاني طلبة التخصصات أو تخصص الأعمال الصحية النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتناول طبعا الحديث أو الكلام عن مادة التخطيط وقبل ما نبدأ حابب ألفة نظر أبنائي الطلبة أن مادة التخطيط فيها جزئين الجزء ده أو الحديث فيها هيكون على شقين الشق الأول خاص بالمواصفات الفنية لبنود الأعمال وخلي بالك من المصطلح كويس ويمطلوب أن حضرتك تكتبه ورايا عشان تكون عارف الفرق ما بين المواصفات أو مصطلح المواصفات الفنية الخاص بالمواد وشق تاني أو جزء تاني اسمه أعمال أو حصر أعمال الكميات أو زي ما بنسميه وأنت طبعا بتسمعه أو كان بيطلق عليه زمان المقايسات فتبقى عارف أن الموايسات وحصر الكميات حاجة خاصة بأعمال وتدوين أرقام وحسابات وإجمال أعمال أو أشغال بيتم تنفذها فتبقى عارف أن الفرق ما بين المواصفات بيّن طبعا من الإسم أن أنا هذكر هنا مواصفات خامة أو حاجة هيتم تركبها وتوردها أو شرائها لتنفذها أو تركبها في المشروع أما الموايسات أو الكميات خاصة بحصر تلك الأعمال أو بنود الأعمال اللي هيتم تنفذها في المشروع ده الفاصل ما بين الاتنين لأنه خلي بالك في الأسئلة ممكن وارد جدا جدا أن أنا أجيب لك سؤال السؤال ده بيقول أذكر المواصفات الفنية الخاصة بتنفيذ وتركيب أو توريد وتركيب حوض وليكن حوض غسيل الأيدي فتبقى عارف أن ده خاص بمواصفات باين من الإسم هتذكر المواصفات اللي أنت كمالك أنت حاليا وأنت طالب بتعامل أو إحنا بنتكلم معاك أو بنخطبك أو أنت بتتكلم أو بتجاوب لنا في الورقة بلغة المالك أو الاستشاري اللي هيشرف على الموضوع فأنت كصاحب ملك أو مالك هيتم تنفيذ المشروع ده عندك إيه مواصفاتك في بنود الأعمال أو الأجزاء أو الأعضاء اللي أنت هتركبها عندك من الأجهزة الصحية دي وبالتالي أنت بتقول مواصفاتك كما يتراء لك زي ما بنقول وبتوصف كل البنود اللي أنت عاوزها به الشكل أو المنتج بساعات بالمقاس ونوع الخامة والشركة كل المواصفات الخاصة بيك بعد كده كمان فييجي جزء تاني اسمه حصر الكميات فبتقول أنا محتاج والله هتركب لي ثلاث أحواض أربع أحواض طيب كده تمام يبقى أنا عندي مواصفات الجهاز أو الحاجة أو القطع اللي هتركب فيه البيت أو في المنزل أو في المشروع عندي وكمان عندي الكميات بتاعتي كل الموضوع ده برمته كده بيطرح فيه السوق للمؤولين عملية الطرح دي بقى هي اللي بنسمي عليها أو بنسميها أو بيطلق عليها عملية العطاء لذلك دايما بتسمع يقول العطاء رسع على فلان العطاء ده في صورة ايه في صورة منقصة طبعا هنا المنقصة لأقل سعر والأعلى في التنفيذ أعلى جودة زي ما بنقول يبقى أنا مواصفاتي والله بقولك أنا محتاج كذا هتركبهولي بالشكل الفلاني هتشتريه من المكان الفلاني بالمواصفات الفلانية زي ما هنتكلم كمان شوية ده مواصفاتي أنا كصاحب ملك أو كاستشاري أنا عاوزك تنفذلي الكلام ده بالطريقة دي وعندي من القطع دي والليكن خمسة ستة عشرة هتاخد السعر بكام طبعا أنا بتقدم بقول والله أنا هركب الحاجة دي بخمس بمثلا بمية جنيه بيجي فلان التاني بيقول لا أنا هركبه بخمسة وتسعين جنيه بيجي التالت يقول لا والله أنا هركبه مثلا باربعة وتسعين جنيه أنا ليه اللي هو هينفذ الشروط بتاعتي والمواصفات اللي موجودة وبالكميات اللي موجودة عندي في حصر الكميات وهينفذ بنفس الجودة اللي مطلوبة يبقى أنا كمالك أو كاستشاري أو كصاحب مشروع بيهمني الأقل سعر والأعلى جودة في عملية التنفيذ وهو ده كله كده على بعضه كده أو الموضوع ده كله على بعضه كده بيسمى بالمناقصة ولما بيرث أو بيفوز أحد المتقدمين للموضوع ده بتنفيذ العملية طبعا المشروع بيطلق عليه في السوق عملية لما بيفوز أحد المقاولين بتنفيذ هذه العملية بيطلق عليه العطاء رسع عليه يعني بنسمع دايما المصطلح ده إن العطاء لأنه بتقدم بيه كراسة فيه كراسة الشروط والمواصفات بيشوفها وبينضع عليها وبيوافق طبعا على البنود اللي موجودة عنده وبتكون محصورة النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن إزاي توصف بنود الأعمال دي والأجهزة دي كذلك إزاي تقدر تجري عملية الحصر اللي موجودة للكميات اللي مطلوب تنفيذها عشان تكون عارف إزاي تقدر تحصر كميات وإزاي في نفس الوقت تقدر توصف بنود أعمال لجاري تنفيذها أو إنت كمالك أو كاستشاري محتاج إنك إنت تنفيذها في المشروع بتاعك عشان طبعا بعد كده هتطرح في السوق وكل مقاول هيبدأ يحط السعر بتاعه وفي النهاية طبعا أنا زي ما بنقول بلغة السوق أنا الكسبان ليه؟ لأنه طبعا هينفذ هاخد أقل سعر مع أكبر عدد موجود من المقاولين كلهم هادلوا بدلوا أنا هاخد الأقل سعر والأعلى جود نروح مع بعض كده ونبدأ مع بعض ونشوف الشريح بتاعتنا بتتكلم عن إيه؟ طبعا ده عنوان درسنا النهاردة أتكلم عن كشف الكمية للأجهزة الصحية وكذلك أعمدة العمل والصرف وكشف الخمات يبقى أنا هتكلم النهاردة عن كشف الكمية الخاص بالأجهزة الصحية وطبعا إن الوقت أسعافنا زي ما بنقول هنتناول كمان شرح إزاي إن أنا أقدر أصمم كشف الكمية الخاص بأعمدة العمل وكذلك أعمدة الصرف وكشف الخمات عندي تمرين وطبعا لازم دايما بأكد على أبنائي أنه لازم يقرأ التمرين كويس عشان ما فيش بند من البنود يكون مذكور عندك وانت ما تراعهوش في عملية التنفيذ يعني ده مشروع بيقول لي إن الرسم الموضح اللي وهي كمان شوية عبارة عن مسقط أفقي تنفيذي لحمام ومطبخ بيحدى الشقق السكنية ارتفاع الدور لازم طبعا يكون مديلك ارتفاع الدور كام ثلاثة متر وارتفاع الدروة تمانين من مية وبلاطة السقف عشرين من مية والطاير واحد متر والطاير ده لو ما كانش موجود يا ابنائي طبعا أنا بأكترحه أو بتوقعه أو بكتبه ده مسموح لك لو هو مش موجود لأن دايما هتلاقي في أسئلة التخطيط أي أبعاد غير موجودة متروكة لتقدير الطالب فطبعا الطاير ده وارد جدا أنه ما يكونش موجود أما الباقي الأبعاد والمسافات اللي موجودة دي لازم تكون موجودة عندك لو الطاير مش موجود فأنا بفرضه بواحد متر وكان ارتفاع أرضية الدورة عن الشارع واحد متر وقبل طبعا ما نخش أو ندخل في الموضوع الخاص بعملية التنفيذ والتصميم بل قضو على الفرق ما بين الدروة والدورة وكذلك منسوب أرضية الشارع عن الدورة والجزء ده بينسميه أو بنطلق عليه سفل فأنا عارف الفرق ما بين الاتنين إيه طبعا لما يكون عندي بيتكلم وارد جدا أنه هو في بعض التساؤلات أو في بعض التمارين يقولك إيه يقولي ارتفاع أرضية الدورة عن الشارع مثلا وليكن واحد متر وفي بعض التمارين يقولي ارتفاع السفل وليكن مثلا واحد متر طب إيه الفرق ما بين الاتنين يا مستر الفرق كبير جدا ولازم أكون عارفه لأنه ممكن برضو في بعض الأسئلة أنا ما جيبش لك مباشر كده وقولك إن ارتفاع السفل وليكن مثلا تمانين من مية أو واحد متر أو ارتفاع أرضية الدورة عن الشارع وليكن واحد متر ممكن مباشر جدا أنا أجيبها لك في الرسم بتاعي وتكون عارف من الرسم لو أنت ما عندكش الخلفية مش هتقدر تعرف وتجيب المسافة دي كام لأن المسافة دي طبعا هتكون مطلوبة منك في حساب الأعمدة الخاصة بأعمدة الصرف وأعمدة العمل طيب نشوفها مع بعض كده بالورقة والألم وكون نوضح الفرق ما بين الدورة أرضية الدورة عن الشارع والسفل فكون عارف عندي لو هو ده زي ما بنسميه كده وش أو سطح الأرض سطح الأرض هنفترض أن ده سطح الأرض بتاعي وده بنسميه منسوب عندي كده بتلاقي دايما خط كده وبتلاقي العلامة بتاعته بتكون علامة مقلوبة كده سي اهو زي السبع كده والشهة الفوق أو تمانية لو كده ومتظللة وبيكون عليها دايما دايرة الدايرة دي اهي كده الدايرة دي بيبقى مصها اهو كده متظلل بالأسود كده وببقى مكتوب عليها زايد او سالب مثلا وهنا بتلاقي بتبقى مكتوب عليها كده صفر صفر يعني ايه يعني منسوب سطح الأرض ده وش سطح الايه سطح الأرض وده العلامة اللي بتقولي ان ده سطح الأرض او زي ما بنسميه الانديكيشن او الرسم الخاص بسطح الايه بسطح الأرض خلي بالك بقى ان انا عندي هنا منسوب تاني اهو الراجل بنى المبنى بتاعه وارتفع المسافة دي المسافة اللي ارتفعها ده وش الشارع او ده الشارع بتاعه البيت بتاعه بدأ يعلى الجزئية دي وبعد كده كمل ابقى هنا هتلاقي دايما علامة برضو نفس العلامة اللي كانت موجودة هنا الدايرة دي متظللة من تحت واصبح هنا موجب او زي او سالب كده هنا طبعا هتبقى موجب بس هنا موجب او سالب صفر لانه طبعا مش هتفرق الموجب او السالب لانه المنسوب في النهاية كان صفر هنا زائد مثلا وليكن واحد متر معناها ايه بقى معناها منسوب خلي بالك بقى منسوب ارضية دي ارضية الدورة او طبعا البيت يعني اهو عن منسوب الشارع هو ده المقصود به ان ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع واحد متر وارد جدا ان انا مقولكش الكلام ده فيه التمرين او اجيبه لك فيه التمرين فتلاقيه مرسوم فيه الرسمة فتبقى عارف ان الجزء ده على بعضه ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع وساعات بيطلق عليه الجزء ده بيسمى بالسفل السفل ده اللي هو الجزء اللي دايما بتلاقي المبنى بتاعي اصناء عملية التنفيذ بتلاقي البيت بتاعك مرتفع درجتين او ثلاثة عن منسوب الشارع هو ده بنسميه او بيلجأ الراجل بقى وقتها ان هو بيردم الجزئية دي الجزئية دي بنسميها جزئية الايه جزئية السفل او منسوب ارضية الشارع الدورة عن الشارع وليكن مثلا تمانين او واحد مت فابقى انا عارف من الرسم لانه ممكن ما اجيبهكش لك بيء الكلام ممكن اجيبهلك بيء الرسم فتبقى عارف ان ده الخاص بارتفاع ارضية الدورة عن الشارع طيب الحاجة التانية او جزء التاني او المصطلح التاني يبقى الفرق هنا ده اتكلمنا عن السفل وارضية الدورة يبقى ده الفرق ما بين الايه ما بين الاتنين عند حاجة تانية اسمها الدروة اهو الدروة دي ايه وفيه حاجة تانية اسمها الدورة طبعا الدورة اللي هو مقصود بها اللي ايه الحمام بتاع تمام كده اللي هو بيكون في حوض او اه حوض اه وش ويسعد بيكون موجود في القاعدة طبعا الحمام والدورة ما فيش يعني ما فيش خلاف فيه المصطلح ومعروفة لكن الجديد عندي كلمة اللي ايه كلمة الدروة كلمة الدروة دي اللي هي مقصود بها صور البلكونة لو هنسميها مجازر ليه بقى لان انا لو انا عندي لو انا هفترض ان عندي اه بيت لو يكن مثلا عندي وجهة وجهة مبنى زي مبنى كده مثلا اهو هنعتبر ان ده كده اهو ده كده اه مبنى من المباني وليكن عبارة عن دور واحد طبعا الدور ده هيكون فيه بلكونة صور بلكونة اهو الصور ده اهو كده اهو الصور ده بنسميه او بيطلق عليه ايه دروة طب ايه دوره عندي هنا يا مستر في الحسابات اه انا اقول لك بقى الدور بتاعه ايه او اه وظيفته ايه هنا كده طبعا منطقة السفل اهو اللي احنا تكلمنا عليها من شوية ده سفل السفل ده طبعا بيكون مرتفع عن الايه عن يعني المقصود بيها ان الدور بتاعي اهو مرتفع عن الايه مرتفع عن الشارع لو انا هقول مسلا ان ده السلم بتاعي اهو وده طبعا منسوب الايه منسوب الشارع بتاعنا لو انا هنا كده شارع يبقى انا بارتفع المسافة دي عشان ادخل البيت بتاعي لو كمان عشان يكون اكتر توضيح ان اهو لو ده الباب بتاعي مسلا فبقى انا كده ارتفعت عن الشارع هي المسافة دي اسمها سفل او ارتفاع الدور عن الشارع طب الدروة بقى الدروة وصفتها ايه عندي وصفتها ان عمود الصرف لما هيرتفع معايا او هيطلع معايا على وش البيت اهو طبعا بيبقى عامل كده وكلنا عندنا الكلام ده وممكن يكون مكمل للدور التاني والتالت وما شابه خلي بالك ان هو لما اجي حسبه في الارتفاع بتاعه عمود الصرف اهو لو لاحظت ان هو مر بالصف وبعدين بالدور وكمان تخانة السقف اللي هي بلاطة السقف صح كده ولا ايه ليه سمك البلاطة بتاعت السقف وكذلك مر بالجزء ده اللي هو عبارة عن الايه عبارة عن الدروة والجزء اللي فوق ده لو هو منتهي احنا بنطلق عليه ايه طاير لو هو مش موجود عندك فيه التمرين انا بفرضه يبقى ده شكل مبسط للمصطلحات اللي موجودة عندك فيه التمرين فتبقى عارف يعني ايه دروة ويعني ايه سف وكذلك تبقى عارف يعني ايه الدروة ويعني ايه ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع وكذلك الطير وليه انا قلت الدروة لزكرتها لان العمود بتاعك سواء عمود صرف او عمود عمل هيمر معاك او هيمسك لو انت لاحظت كده من الارض عشان طبعا الاجهزة اجهزة الصحية اللي موجودة فيه الدور الارضي وهيمر معاك على بلاطة السق وكذلك سمك ارتفاع الدروة لان الجزء ده انا مش هكون عارف اسميه ايه وخاصة اذا كان هيبقى فيه دور تاني يبقى بطلق عليه الدروة او ارتفاع الدروة اللي هو خاص بصور البلكونة ثم بعد كده جزء تاني لو الدور منتهي جزء ده بيكون طاير طب انا ليه بستعيد او ليه انا بعمل الجزء الطاير ده عشان لو العمود انتهى هنا عند وش السق وارد جدا ان اي حاجة تقع من السقف مع الهواء او طفل صغير او ما شابه يقدر او يتمكن او يبقى سهل عليه جدا انه هو يلقي اي شيء هنا فتحدث عملية كتم للمواسير اللي موجودة دي وبالتالي هتكون مشاكلها اكتر لذلك هو بيعمل حاجة اسمها طاير الطاير ده بيكون مرتفع عن اعلى نقطة في المبنى بارتفاع على الاقل كام واحد متر لضمان سلامة ليه سلامة عملية الصرف نرجع كده ليه التمرين بتاعنا يبقى ده شرح مبسط ليه الكلام اللي موجود عندنا في التمرين طيب المطلوب بتاعي ايه او انت حضرتك عاوز مني ايه المطلوب الاول كشف كمية مطلوب منك انك انت تعمل كشف كمية لاجهزة الصحية طبعا الموضحة بيئة الرسم كذلك كشف كمية لعمود الصرف قطر تلاتة بوصة وكشف كمية لعمود العمل قطر اربعة بوصة مع كتابة هو ده بقى اللي متكلم عليه النهاردة مع كتابة مواصفات مختصرة لبنود الاعمال يبقى انت هنا مطالب انك انت هتعمل كشف كمية لأعمدة الصرف زي ما هو موجود كده اه امام حضراتكم اعمدة الصرف ده بيكون قطرها تلاتة بوصة وخلي بالك ان طبعا لازم افرق ما بين اعمدة الصرف واعمدة العمل وابقى عارف ان عمود الصرف مين بيرمي عليه طبعا كل الاحواض والبنيوهات والاحواض والبنيو بترمي على العمود اللي هو قطره تلاتة بوصة وبيطلق عليه عمود الصرف اما المراحيل سواء مرحاض فرنجي والمباول والمرحاض البلدي او المرحاض الغربي والفرنجي زي ما بيطلق عليه بيرمي او بيصرف على عمود قطره اربعة بوصة اكبر في القطر من عمود الصرف وبيطلق عليه عمود العمل وطبعا مجموعة من البنود كده لازم نركز عليها ونبقى عارفينها مصطلحات هتبقى دارجة ومستخدمة عندك وانا لازم انوه عليها في البداية فتبقى عارفها لما اقول لك عين عين معناها اربعة بوصة معناها عمود عمل قطر اربعة بوصة فخلي بالك من المصطلحات دي لانك انت هتستخدمها كتير وتبقى عارف يعني ايه الرموز دي وعندي رمز تاني عين صاد ونقطة كده تلاتة بوصة معناها عمود صرف صرف قطر كام قطر تلاتة بوصة يبقى انت عارف انه عين صاد مقصود بها عمود صرف عين عين مقصود بها عمود عمل عندي حاجة تانية عين ته معناها اه عين ته كده ويساعة كده كمان ميم يعني مقصود بها عمود تغزية اللي هو عمود زي ما بنسميه طبعا بيبقى واحد واحد بوصة قطر واحد بوصة ممكن ساعات تلاتة اربع ممكن ساعات نصف فتبقى عارف وطبعا ما بيقلش عن الايه عن التلاتة فتبقى عارف ان ده عمود تخزية اللي هو اه التخزية بالايه بالمياه. عندي مصطلح تاني حاجة اسمها غين ته. فتبقى عارف ان غين ته معناها غرفة غرفة تفتيش. فتبقى المصطلحات دي طبعا لازم تكون ملم بيها. وخلي بالك دايما في غين ته دي بيقولك مثلا غين ته ستين في ستين وليكن مثلا على سبعين من متر طبعا من مية كده متر. فتبقى عارف ان اللي تحت ده بيكون عبارة عن الايه? الارتفاع دي لغة الرسم ولغة اللوحات اللي خاصة بيه الاعمال الصحية. واللي فوق ده طبعا بيكون الطول ومضروب في الايه? مضروب في العرض. اللي هميني في الموضوع طبعا العرض في الطول او الطول في العرض. اللي هميني ان اللي تحت ده في المقام هو عبارة عن الايه? عبارة عن الارتفاع. وده لازم تكون اه ملم بيها وتكون عارفه عشان تقدر بعد كده تعرف الرموز أثناء عملية إراية اللوحات يبقى أنا كده المطلوب مني أعمل كشف كمية للأجهزة الصحية وكشف كمية للعمودين اللي هو الثلاثة بوصة وعمود أربعة بوصة مع كتابة مواصفات مختصرة لبنود الأعمال المشروع بتاعي طبعاً أو الرسمة ودايماً أقول لأبناء الطلبة اقرأ الرسم ولازم تكون ملمة بالرسمة بتاعتك وتكون عارف يعني إيه التفاصيل الدقيقة اللي موجودة في الرسم بتاعك وتقدر تميز ما بين الحمام والأوفيس في الرسمة والأبعاد والمأسات وخط التغذية وخط الصرف وعين عمل عين عين وعين صاد وتبقى فاهم الرموز اللي موجودة عندك فدايماً بقول لأبناء الطلبة اقروا الرسم وخلي بالك من الرموز اللي موجودة في الرسم والمأسات والأبعاد ده طبعاً هينتج عنه بعد كده الخلاف كبير جداً إذا ما كنتش فاهم وحافظ أو ودارس لموضوع الرسمة اللي موجودة أمام حضراتكم ليه؟ لأنك إنت لما تيجي تنفس بعد كده هتلاقي عندك مأسات ممكن تكاد تكاد تكون غير موجودة وإنت طبعاً بتشتغل في ودي تاني ده نتج عن إيه؟ نتج عن عدم درايتك للرسمة بتاعك أو للشغل اللي موجود في الرسمة عندك لو أنا لاحظت في المشروع بتاعنا أو اللي هنتكلم عليه النهاردة أنا عندي في الشكل بتاعنا كده أهو شكل مبسط زي كده لتفصيلة التفصيلة دي عبارة عن جزء هنا أهو خاص بمطبخ وليكن مثلاً كده وهنا حطيت لي طبعاً حوض الحوض ده عبارة عن حوض المطبخ أهو طبعاً بعرفه من شكل إيه؟ شكل الحوض وعندي هنا فيه جزء كده اللي هو جزء خاص بالطرقة برا وعندي الجزء التاني اللي هو الحمام بتاعي أهو زي ما انتوا شايفين كده في الرسم أهو بنحاول طبعاً ان احنا نرسمه كده ده البنيو بتاعنا أهو فبكون منم بالرسومات عشان أكون عارف الأجهزة اللي مطلوبة مني إيه ما هو مش هيقول لي عمل كشف كمية للأجهزة الصحية البنيو ممكن وإن كان وارد إنه هو هيقول لي يعمل مثلاً كشف كمية للبنيو بس أو للقاعدة الفرنجي أو القاعدة البلدي بس ولكن ممكن يقول لي للأجهزة الصحية فتبقى عارف الرموز الزهرة أمامك دي معناها إيه؟ تبقى عارف إن دي عبارة عن الصفاية أو البيبة أهو زي ما بنطلق عليها وده مرحاض غربي فتبقى عارف الشكل وده عبارة عن البنيو طبعاً كلهم مساقط أفقية يعني أنا بصص عليها من فوق وده عبارة عن حوض غسيل الأيدي أهو لو لاحظت كده ده الشكل بتاعه أهو فتبقى عارف برضو الرسم بتاعه عبارة عن إيه؟ يبقى حوض غسيل الأيدي طب كل ده ليه مصطر عشان وارد إن أنا ما أقولكشي احسب أو المطلوب إنك أنت تعمل كشف كمية ليه جهاز كذا وكذا وكذا فزي ما في التبرين بتاعنا كده أقولك المطلوب عمل كشف كمية ليه الأجهزة الصحية واسكت فتبقى أنت عارف الأجهزة الصحية اللي موجودة في الرسم بتاعك عبارة عن إيه؟ بعد كده طبعاً هو هنا مطلع لك الصرف على عمود هنا وده له الرمز كده أو كتب عليه عين صات 3 بوصة فتبقى عارف إن ده عمود صرف وطبعاً طلع الصرف هنا على عمود تاني أكبر شوية وده له رمز كده عين عين 4 بوصة يعني عمود عمل 4 بوصة وطبعاً جمع الاتنين بخط صرف كده على مربع المربع ده ظاهر كده أهو وده له لقب كده أو اسم سماه غين ته 60 في 60 على 60 فبقى عارف إن الارتفاع بتاع الغرفة ده كان 60 سنطي يبقى ده غرفة غرفة التفتيش بتاعتي اللي الأعمدة هترمي عليها طبعاً الجهاز ده هيرمي على ده والجهاز ده أو البنيو هيرمي على الصفاية أو البيبة وهم الاتنين هيرموا هنا طبعاً ما تنساش الحوض الغسيل الأيدي هما التلاتة دول التلاتة أجهزة هيرموا على البيبة اللي موجودة والبيبة ده أو الصفون ده هيرمي على العمود التلاتة بوصة كذلك هنا المرحاض الغربي هيرمي مباشر مباشر يعني في ظهره على عمود العمل هما الاتنين بعد كده هيرموا بحاجة اسمها ماداد ده ماداد في باطن الأرض بيبقى موجود كده هوا في الاتنين هما الاتنين طبعاً مفروض فيه هنا جالتراب يرمي عليه الأول البيبة الجالتراب ده بيكون العمود نازل عمود الصرف نازل فيه والجالتراب بيرمي على غرفة التفتيش وهنا طبعاً ده في نظام لما يكون عندي عمودين عمود صرف وعمود عمل وطبعاً في بعض المباني زي ما بنشوف فيه المباني الأقل تكلفة بيلجأ المنفذ أو المصمم أو طبعاً صاحب الملك لتوفير التكلفة فبيحتاج أنه هو أو بيلجأ لعمل عمود اسمه عمود الصرف الأوحد طبعاً عمود الصرف الأوحد ده بيكون قطره أربعة بوصة بيرمي عليه الأجهزة الصحية كلها يعني المرحيد الغربي والبلدي وكذلك المباول لو فيه مباول والأحواض الكل بيرمي عليه وهو بيرمي بدوره على غرفة التفتيش عن طريق مادات في باطل الأرض ده لما يكون عمود الصرف الأوحد أو النموذج الأوحد أما في النموذج اللي موجود أمام حضراتكم في الداتا زي ما شوفنا كمان من شوية ده كان عبارة عن عمودين عمود تلاتة بوصة وعمود أربعة بوصة ده خاص بالصرف وده خاص بعمل العمل أو الصرف التقييد زي ما بنسميه اللي هو المرحيد والمباول نرجع تاني كده ونبص على الداتا بتاعتنا أو على الرسم بتاعنا ونشوف الرسمة جاية زي والشكل هو عشان لما ندخل أو نبدأ في الشرح نبقى ملمين بيها ودي طبعا كافة التفاصيل اللي احنا رسمناها بشكل كروكي من شوية عشان نوضح لكم الشكل وتبقوا عارفين المنظر أو عملية الصرف بتتم ازاي والتجميع التجميع هنا طبعا الحوض المطبخ ده مع حوض غسيل الايدي مع البنيو هم التلاتة رمهم أو بيتم صرفهم على سفون الأرضية سفون الأرضية رمع العمود التلاتة بوصة وهو بدوله رمع على غرفة التفتيش كذلك هنا المرحاض ده طبعا رسم مسقط افقي للتفصيلة الموجودة امام حضراتكم المرحاض الغربي رمع على العمود الأربعة بوصة وعن طريق مدات في بطن الأرض رمع على غرفة التفتيش يهميني جدا جدا انك انت تكون عارف طول المدات ده كام اللي هو في بطن الأرض الخاص بالعمود الأربعة بوصة عشان بعد كده يحتاجوا في حساب ميل أو عملية الصرف الخاصة بالعمود الأربعة بوصة طبعا بعد كده ان شاء الله نبدأ نتكلم في المواصفات أو الأعمال الكميات الخاصة بالأجهزة الصحية وعندي الجدول ده زي ما انت شايف بالتأسيمة كده بانت بيان الأعمال عدد طول عرض ارتفاع خصم إضافة جملة ملاحظات البنود دي طبعا لازم أحفظها كويس جدا لان ان شاء الله هي هتكمل معاك طبعا في سنة ثالثة وبإذن الله اذا أتقنتها بعد كده في بعد التخرج ان شاء الله تقدر انك انت تنفذ أعمالية مويسة وتصمم مويسة في البنود بتاعتها فتبقى عارف بيان الأعمال ده المقصود بالمواصفات يبقى جزء الخاص ببيان الأعمال يبقى أنا في بيان الأعمال بسجل الجزء الخاص بالجزء بتاعي أو القطعة بتاعتي اللي أنا هشتغل طيب هنلقي الضوء على الجزئية دي ونقول اننا لما انا هتكلم عن مواصفات قطعة جهاز عندي هركبها ولكن مثلا هبدأ بحوض غسيل الأيدي طيب حوض غسيل الأيدي انت كمالك عندك في البيت بتاعك أو كاستشاري بتشرف على مشروع والمشروع ده هيتم عندك أنا المفروض محتاج ان أنا أقول للناس ايه المواصفات الخاصة بي هي دي بقى المقصود بكلمة المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة الصحية أنا هبدأ مثلا بحوض غسيل الأيدي طيب بيتدون فين يا مستر أو بتكتب فين بتكتب في بيان الأعمال زي ما شفنا من شوية في الجدول طيب بقول ايه بقى لازم ابدأ دايما بالعدد لان طبعا أنا هشتري قطعة صح كده يبقى انت المفروض أنا هتكلم في قطعة مش هتكلم بالمتر يعني أنا حاجة هاقسها بالعدد هقول اتنين تلاتة اربع قطع خمس قطع من النوع الفلان يبقى البداية عندي لازم تكون صح فهقول ايه بالعدد خلي بالك بالعدد يبقى انا كده بدأت صح توريد وتركيب يبقى انت بتقوله انت هتورد وحتركب يعني انا زي ما بنسميها كده في لغة السوق مقاولة مونة واغرة انت اللي هتجيب القطع وانت اللي هتركبها عشان بعد كده اما تيجي تحط الساعة ما تقولش لأ انا ما قلتش انت اللي هتجيب للقطع لا انا بعرفك انك انت اللي هتشتري الحاجة يبقى بالعدد خلي بالك عشان ده طبعا ادق صيغة انت مطالب بها كطالب فيه تكتبها لي فيه الامتحان اذا جات في الامتحان فتبقى عارف وفاهم وانا عاوزك فاهم مش عاوزك حافظ يبقى انا بقول كده بالعدد توريد وتركيب هركب ايه ما لازم يعرف يبقى حوض غسيل ايدي طيب الحوض الغسيل الايدي كده يبقى هو الراجل عارف انه هيورد وحيركب ايه اول بان حوض غسيل ايدي ماشي طب ايه بمواصفاتك بعد كده من الفخار اهو عشان طبعا نفهم من الفخار المطلي صيني دي مواصفاتي كمالك انا بفرضها عليك وبقولك جهيزها لي من الفخار المطلي صيني خالي من الشروخ والعيوب يبقى انا كده هستلمو منك خالي من اي شروخ وعيوب وعيوب وخالي من الزوايا يبقى انا كمان لو جبتلي قطعة فيها خطأ في عملية التصميم بتاعها او المنتج بتاعها فيها زاوية طبعا زاوية ليه عشان الرواسل ما تفضلش فيها فيبقى خالي من الشروخ والعيوب والزوايا تمام ما تنساش بقى انك انت تقول له مقاسه طب ده هيفرق يا مستر اه طبعا اقولك هيفرق في ايه لو انا طالب طبعا حوض وليكن ستين في ستين طبعا المقاسات موجودة كتير جدا ومالية السوق مع اختلاف الشركات ومع اختلاف المقاس واختلاف النوع بيختلف السعر يبقى انا لو ما قلتلوش مقاسه ستين في ستين مثلا هو ممكن يجيبه خمسة اربعين في ستين خمسة اربعين في خمسين ما انا ما قلتلوش يبقى بنان عليه هيقلل عن السعر اللي ايه هيقلل هيكسب طبعا هو عشان يدار على المكسب هياخد عندي صغرة ان انا ما حددتش اللي ايه المقاس بتاعي يبقى انا بقول له بالعدد توريد وتركي حوض غسيل ايد من الفخار المطلصين خالي من الشروخ والعيوب والزوايا مقاسه ستين في ستين يبقى انا حددتلك عشان لو جبته خمسة اربعين في خمسة اربعين اقولك لا انا ما اتفقتش معك على كده طبعات المؤيسة نرجع للمؤيسة بتاعتنا والمناقصة فنشوف نلاقي الكلام بتاعي سليم انا ذكرته فيه بيان الاعمال طيب بعد كده انت كده وصفت الجهاز العدد بتاعك ووصفت الجهاز نفسه طب بس ما وصفتش عملية التركيب هتبمي ازاي يعني انا كمان بوصف عملية التركيب الخاصة بالجهاز اه طبعا ليه عشان برضو يكون ملزم بعملية التركيب انا ليه شروطي في عملية التركيب فبقول له بقى ايه يركب على كابولي من الحديد يبقى انا هتثبت لي الجهاز ده الحضة على كابولي من الحديد وان كان طبعا كل اللي موجود في السوق دلوقتي ايه حوض الرجبة ولكن طبعا ديه شروط انا بفترضها فانا بقول دلوقتي يركب على كابولي من الحديد الكابولي ده قطر ونص بوصة تمام يدهن وجهين ببوية الزيت يبقى انت وانت بتركب الكابولي هتدونه ليه وشين ببوية الزيت عشان ما يصديه صح كده طيب ويسبب في الحائط اللي هو الكابولي ده بمونة الاسمنت والرمل يبقى انا كده ما قلت لكش جبس مسلا يبقى عشان استعجالك في السرعة وعملية التنفيذ وارد جدا انك انت تستخدم جبس عشان ايه تنفذ بسرعة وكلام زي كده صح يبقى انا ساعتها لما اجي يقولك انت بتنفذ غلط هتقول لي والله انت ما قلت ليش هقولك لا تعالى نرجع ليه ليه المواصفات الخاصة اللي مكتوبة في بيان الاعمال هنرجع ليه المواصفات الخاصة هلأ انا بقولك يركب بمونة الاسمنت والرمل خلي بالك كمان وبنسبة واحد الى ثلاثة يعني هتخط واحد رمل هتخط اصاده ثلاثة ايه اسمنت يبقى كمان الدقة في عملية عملية تكوين وتقليب المونة اللي هتسبت بيها المصورة طيب بعد كده خلاص خلاص تمام بعد كده بقوله ايه على ان يتم خلي بالك بقى ان يتم العمل حسب اصول الصناع ودي كلمة حط تحتها مليون خط طيب ليه با؟ لان انا وارد جدا ان هو و هو بيركب فبيفتح شنيشة طبعا في الحائط عشان يحط يحط الكابولي ان هو كسر مصورة او قطع مثلا وليكن كابل كهرباء موجود يبقى هنا القاعدة السابتة بتقول ان من افسد شايا فعليه ايه عليه اصلاحه يبقى انا لو ما قلتلوش على ان يتم العمل وفقه اصول الصناعة واصل الصناعة بيقول ان من قتلى فشايا فعليه اصلاحه هيجي هو يقول لي انا خلاص انا كده سبت تعال استلم ده انا جبت لك الحوب وجبت الاعداد اللي انت عاوزها وركبت بالمواصفات اللي انت عاوزها تعال استلم اروح استلم الاقي مثلا كاسر مصورة مية او قاطع مثلا كابل الكهرباء او الشنيشة او الفتحة اللي مسبتة طبعا اكبر من اللازم هتطر طبعا مع الكميات اللي موجودة في اللي وانا عندي مثلا مبنى عمارة وليكنوا فيها اكتر من حمام ومطبخ هو بينفس فيهم الاحواط دي طبعا مع الكمية دي كلها هحتاجنا انا جيب صمايعي واثنين وثلاثة باجر طبعا الاجر ده اجر اضافي هيتحمل على الاعباء من اللي ويع في الخطأ ده طبعا حضرتك لانك انت ما قلتلوش على ان يتم العمل حسب اصول الايه الصناعة وسبتها مفتوحة معاه يبقى كده كل اللي احنا تكلمنا عليه ده اسمه مواصفات خاصة بعملية توريد خلي بالاك توريد وتركيب حوض courageous حوض غسيل الايدي طيب نرجع كده للجدول بتاعنا وانه بص عليه وانشوف الكلام اللي احنا قلنا ده موجود ولا لا هنا بتكلم او بدأ ب بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل الايدي يعني هو بدأ به حوض غسيل الاواني فبيقول لي ايه حوض بالعدد توريد وتركيب بنفس المنطق اللي اتكلمنا عليه من شوية حوض غسيل اواني كام ستين في مية وعشرين كمان حدد له المقاس على ان يكون خالي طبعا من العيوب ويركب على كبولي من الحديد ويدهن وجهين ببوية الايه الزيت ويسبت فيه الحائط بمونة الاسمنت والرمل على ان يتم العمل وفقه اصول او حسب اصول الايه اصول الصناعة لو رحيصت او انا كده زي ما بنسميها كده اقدر اقول ان انا الزمته باصول الصناعة يبقى اصل الصناعة ان هو من قتلى فشيا فعليه اصلاحه يبقى زي ما داخل المكان هيبدأ يخرج منه ولكن الاضافة اللي ضفها ان هو نفذ ورد وركب الحوض اللي مطلوب تركيبه في العملية بتاعتي او المشروع بتاعتي باجي في الاخر واقول لزوم حوض غسيل الاواني واكتب في خانة العدد طبعا واحد وفي خانة الجملة واحد وخلي بالك لازم ابص على الرسمة بتاعتي وشوف العدد الاجهزة اللي موجودة عندي وارد جدا جدا ان هو مش بشرط ان حوض الاواني ده او حوض المطبخ يكون موجود في المطبخ وارد جدا ان يكون عنده حوض تاني في منطقة بنسميها في المباني الحكومية او في الاماكن الحكومية اوفيس في جزئية كده في الطرقة ممكن يعمل فيها حوض غسيل اواني فطبيعي انه ممكن تلاقيه هناك يبقى العدد عندك بدل مكان واحد في المطبخ المفروض ان هيبقى اتنين فلازم اخلي بالي من الرسم زي بالزبط لما يكون عندي حوض غسيل الايدي طبيعي او ممكن او دايما موجود انك انت بتلاقي حوض غسيل ايدي في الحمام واحد ممكن يكون تاني في الطرقة او في حمام تاني الطرقة اللي ما بين الحمامات يكون في حوض تاني موجود برا فلازم تخلي بالك من الرسمة وتبص على الرسمة وده اللي قلته في بداية الحلقة انك لازم تقرأ الرسم وتكون عارف كم حوض موجود عندك واشكالهم في ايه واماكنهم ايه عشان لما تيجي تحسب الكميات تقدر تحدد الاعداد كويس طيب نشوف اللي بعد كده يبقى ده البند رقم واحد البند رقم اتنين هو اللي هنتكلم عليه تاني اللي هو بالعدد توريد وتركيب خلي بالك ده مواصفات لبندي تاني طيب هقول ايه بقى بالعدد توريد وتركيب مرحاض غربي يعني اللي هي الاعدال فرنجي من الفخار حدد النوع المطلي صيني مقاس 35 في 41 في 38 يبقى انا لما اجي استلم منك هستلم المرحاض بالابعاد اللي موجودة قدامك دي انت ملزم بيها على ان يكون خالي من العيوب وخالي من الشروخ وخالي من الزواية يحتوي على سيفون من نفس الخامة اه ما يجيش بقى يجي السيفون اللي بيكون موجود في ظهر المرحاض يجي من نوع تاني غير الفخار المطلي ايه المطلي بالصيني لا ده انا بقولك اهو واكدت عليك على ان يكون طبعا من نفس المواصفات اللي ايه او من نفس الخامة بتاعة المرحاض طيب وبنفس الايه كمان وبنفس المواصفات وسديلي وغطاء بلاستيك اه طبعا غطاء من البلاستيك على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة طبعا ويثبت بالارض بمسامير الفشر كل ده في الاخر هيجي عندي على ان يتم العمل حسب اصول الايه اصول الصناعة فابقى عارف ان لازم انهي بيه الجملة دي عشان لو بند من البنود ويع مني هنا او ما قدرتش ان انا اعبر عليه في بيان الاعمال ما يمسكاش علي المقاول ويقول لي والله انت ما قلت ليش وبالتالي انا مش هعملها يبقى في الاخر بقول لزوم المرحاض الغربي في العدد بكتب واحد وفي خانة الجملة واحد مفيش عندي اكتر من الخانتين دول اللي بكتب فيهم لان طبعا طول وعرض ومواصفات انا قلتهم في المواصفة موجودة عندي هنا يبقى انا كده مفيش اي حاجة غير العدد واحد وفي الجملة واحد لو طبعا الاعداد كتيرة بكتب لو هما اتنين بكتب هنا اتنين في الجملة بكتب اتنين لو افرض ان انا عندي المبنى ده دورين يبقى العدد هيكون اتنين لو المبنى مثلا عندي تلاتة وفيه مثلا مرحاضين يبقى العدد ده هيكون ستة والجملة هتكون كام هتكون ستة نشوف الباند اللي بعد كده وطبعا باند تاني من بنود الاعمال بتاعتنا اللي مطلوب تركيبها فبيقول لي بالعدد توريد وتركيب حوض البانيو يبقى انا هنا اتنقلت ليه جهاز تاني مقاس متر وسبعين في سبعين في خمسين يبقى انا كمان ما حدد له المقاس من الفخار المطلصين خلي بالك على ان يكون خالي من العيوب والشروخ يحتوي على فتحة للفائض وسفون طبعا بوصة ونص وفتحة له التصريف ويشمل العمل التوصيل حتى سفون الارضية بالحمام على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة يبقى الفكرة مش فكرة انك انت هتركب البانيو وخلاص انت هتشتري بالعدد توريد وتركبه بالمواصفات لا كمان خلي بالك انك انت مطالب ان انت هتعمل لي عملية التوصيل حتى اهو عمود طبعا ويشمل العمل التوصيل حتى سفون الارضية بالحمام على ان يتم العمل حسب اصول الصناعة برضو العدد واحد وفي الجملة بكتب واحد كده يكون انا خلصت كشف الكمية الخاص بالاجهزة الصحية وقبل ما ننتقل لكشف الكمية الخاص بعملة الصرف طبعا على شقايها اللي هو العمود التلاتة بوصة والعمود الاربعة بوصة هعمل مراجعة سريعة للاجهزة بتاعتي ومن خلال الرسم بتاعي انا اتكلمت عن ان عندي جهاز حوض غسيل ايدي واحد ليه؟ لان انا طبعا عرفت ان مفيش حوض تاني موجود في الطرقة او حمامين مثلا وكمان اتكد في بداية التمرين بتاعي ان هو قال لي الرسم المضع عبارة عن حمام ومطبخ بمبنى عبارة عن دور واحد يبقى انا كده محدد لي مقالش مثلا دورين لانه لو قال دورين يبقى كل جهاز من الاجهزة بتاعت دي هضربه في يعني هيبقى اتنين العدد هيبقى اتنين وطبعا لو هو متكرر يبقى انا هشوف التكرار بتاعه موجود فين تاني يبقى عندي جهاز حوض غسيل ايدي واحد عندي حوض غسيل اواني اللي هو حوض المطبخ زي ما بنسميه واحد عندي مرحاض غربي واحد وعندي حوض البنيو واحد يبقى انا عندي كده اربع اجهزة موجودين انا اللي انا عملته من شوية عملت مواصفات او اتكلمت عن مواصفات توريد وتركيب الاجهزة الصحية وده طبعا السؤال الاول والوارد دايما والي بيكون موجود دايما فيه كل الامتحانات بتاعتنا حتى الصف الثالث كمان بيكون موجود ولازم ثابت من شيء طبيعي جدا ان انا لازم اتأكد من انك وصلت لمرحلة انك انت تقدر توصف الاجهزة الصحية اللي موجودة عندك وده اساس شغلك في التخصص بتاعك كذلك تقدر تجري عمليات حصر الكميات اللي موجودة للاجهزة اللي موجودة عندك في الرسم بتاعك او المشروع كمان فيه الجزئية اللي احنا استعرضناها من شوية اتعلمت بعض الرموز والمصطلحات الفنية اللي موجودة عندي فيه الرسومات وعرفت ازاي او هي معناها ايه وبتعبر عن ايه عشان بعد كده لما اجي استخدمها اكون عارف وعرفت ازاي تصميم الجداول الخاصة بكشف الكمية الخاص بالاجهزة الصحية هننتقل دلوقتي للجزء التاني من عناصر او العنصر التاني من عناصر درسنا النهاردة واللي هيتكلم عن ازاي اجري عملية حساب وكتابة مواصفات ما تنساش الاعمال الخاصة بتنفيذ اعمدة العمل واعمدة الصرف وقلت الفرق ما بين الاتنين ان عمود الصرف بيكون قطره 3 بوصة اما عمود العمل بيكون قطره 4 بوصة هننتقل ليه الشريح بتاعتنا ونبص على العمود الصرف الثلاثة بوصة وعمود العمل هنا بيتكلم عن عمود عن عمود العمل اللي هو قطره 4 بوصة فبيقول لي هنا في المواصفات بتاعتك خلي بالك عشان انت بعد كده هتستلمه فبيقول لي بالعمل او بالمتر الطولي اسف خلي بالك هنا انت مش هتتكلم بالقطعة هناك لو لاحظت في الاجهزة كنت بتكلم عن الجهاز فبيقول بالعدد توريد وتركيب وليكن حوض غسيل كذا لان طبعا كان بالقطعة هنا انت هتتكلم في المواصير والمواصير بتحسب بالايه بالمتر فانا بقول هنا ايه بالمتر الطولي توريد وتركيب مواصير ظهر بوصف النوع قطره 4 بوصة لزوم ايه هتستخدمها في ايه او انت هتركبها لي في ايه فلازم اكون عارف عشان انا لو ما قلتلكش هنا ويرد انك انت تستخدم التلاتة بوصة وتيجي تقول لي والله انت ما قلت ليش فيها عملت الصال للعمل وتصرف عليه الاجهزة بتاعتك بقى انت كده مخالف ليه المواصفات الموجودة عندك في المناقصة بتاعتك او اللي انا شرطها عليك فابقى قول هنا ظهر 4 بوصة عمود ظهر 4 بوصة لزوم عمود العمل على ان تكون المواصير خلي بالك دي شروطي بقى تامة الاستقامة خالية من الشروخ والعيوب توصل مع بعضها البعض بواسطة ملحقات من الظهر اللي طبعا الكعان والمشترقات ويتم لحمها عن طريق تثبيت خلي بالك زيل المصورة في رأس المصورة اللي ايه الاخرى مع وضع سلس يعني التلت تلت الرأس كتان مقترا وسلسي الرأس من الرصاص اللي ايه المصور فما تجيش انت توفر فتعمل العكس عشان زي ما بيقول كده تحدث عملية سرقة للمشروع بتاعي او اصنع عملية التنفيذ وعشان توفر فيه الرصاص فتم لطبعا التلتين كتان والتلت واحد بس هو اللي تحط فيه الرصاص لا العملية طبعا معكوسة فهو بيقول لك هنا تلت الرأس هتحط فيها كتان اما التلتين هتصب لي رصاص ايه مصور وطبعا وتثبت باقفزة اللي هي المواسير دي باقفزة من الحديد في الحائط والاقفزة دي تثبت بمونة الاسمنت والرمل بنسبة واحد الى ثلاثة ومش هسيبها طبعا كده عشان ما تصديش فبقول لك تدهن وجين ببوية الزيت على ان يتم العمل برضه حسب اصول الايه الصناعي يبقى خلي بالك انت مطالب برضه انك انت في الاخر هتلتزم باصل الايه باصل الصنعة طيب هنا بيقول لي لزوم عمود العمل وهبدأ طبعا اتكلم على عمود العمل في الكميات وابقى عارف ان انا لما اجه اشتغله هشتغله في خيانة الملاحظات نبص كده بيه الورقة والقلم مع بعض ونتكلم عن عمود العمل ازاي هنفزه او ازاي احسبه عمود العمل طبعا في خيانة الملاحظات انا برسمه زي كده وببدأ اجيبها من فوق زي ما بيقولوا كده ونازل اهو اول حاجة طبعا لما كنا شفناها فيه الرسم بتاعي اسمها الطير طبعا بعد الطير هيجي عندي صور البلكونة اللي احنا بنسميه دروة في الاسم الهندسي بتاعنا بعد كده اللي هو سمك بلاطة السقف خلي بالك ان العمود ان العمود مر بكل العمود مر بكل الجزئية دي اهو عندي فابقا انا شايف وعارف الفرق ما بينهم بعد كده عندي ارتفاع الدور اللي هو الصافي بنسميه الدور بعد كده هيبقى عندي لو تفتكر الجزء اللي هو ارتفاع ارضية الدورة عن الشارع واطلقنا عليها سفل مجازة عشان تكون عارف بعد كده عندي جزئية بقى تحت خالص بنسميها دي بتكون موجودة في بطن الارض انا ما بشوفهاش بتكون مدفونة عندي في السفل او في الجزء بتاعي ده نزول خلي بالك بقى البيانات دي كلها بتكون موجودة عندك في رأس السؤال او في التمرين بتاعي الطير طبعا انا عارفه واحد متر الدروة اتكلمنا عليها وقلنا فيه التمرين بتمانين بلاطة السقف سمك بلاطة السقف اللي هو عشرين ارتفاع الدور طبعا صافي خلي بالك تلاتة متر السفل كنا قلنا فيه الرسم ان هو واحد متر ايه بقى اللي مجهول عندي هنا واللي معرفوش اللي هو النزول طبعا كل ده موجود في خانة اللي ايه انا بنفزه في خانة المواصفات يعني كل الجزء ده انا بقى اروح اشتغله في خانة المواصفات وبكتب كده نزول يبقى انا هنا المجهول عندي مين المجهول عندي النزول فبقول ايه النزول قانون اهو تحفظه النزول للعمود قطر اربعة بوصر بيساوي ده قانون سابت بيقول لك ايه النزول ده بيقول ان ارتفاع ارتفاع غرفة التفتيش اه يبقى انا كده عرفت ليه هو كان رابطني بارتفاع غرفة التفتيش ناقص ميل المادات في المتر طيب ايه ميل المادات في المتر لو تفتكر بالرسمة بتاعنا انا كان عندي كده هنا المرحاض الغربي بتاعي اهو صح كده وكان صارف مباشر على عمود العمود ده اسمه عين عين اربعة بوصة العمود ده بدوره صرف على حاجة كده زي ما تكلمنا عليها في الاول اسمها غين ته يعني غرفة تفتيش طيب كان مقاسها كان ستين اهو فيه ستين على ستين ستين اللي تحت ده تكلمنا عليها وقولنا اللي هي اللي هي الارتفاع غرفة التفتيش كان في التمرين ولكن هجيبها لك في الرسم عشان اشوف انت فاهم واعي ولا لا طيب وده بيصرف على ده عن طريق حاجة كده ده اللي هو الخط ده اسمه مداد في باطن الارض اه المداد في باطن الارض ده هتلاقيني لازم احط لك الماس بتاعه كام واحد متر او اكتب لك الماس بتاعه ممكن نصف متر ست اه متر ونصف ايا كان بتاعه طيب ارتفاع غرفة التفتيش همستر وانا عارفه كام ستين من المسألة خلي بالك ستين من مية يعني ستين سنط طب ميل المداد في المتر اه ميل المداد بقى ميل المداد في المتر الزمك وبيقولك انه كل كل واحد متر في المواسير بينزل او يقل اتنين سنط يبقى انا عندي الميل واحد اهو هنقول اتنين سنط لكل واحد متر طب ايه بقى طب انا افهمها ازاي ده مستر او مقصود بها ايه مقصود بقى انا عاوز اقولك ان المواصل لو مش تعد لكده لو ده العمود وبيصرف على بقوع كده على المسورة دي والمسورة دي مش تعد لكده عشان ترمي في الغرفة هنا عمره طبعا المية ما هتمشي كده لازم يكون في ايه يكون في ميل الميل ده اهو هيبقى كده المسورة بتاعتي نزلة بميل هو ده المداد ده المداد اللي هو مرسوم عندي مصقة افقي فكل مت بيميل اتنين سنطي بداية المسورة عن نهايتها بمعنى ايه لو المصورة دي متر ونص لو المدات ده متر ونص يبقى انا كده الميل هنا من قدام عن من وراء هيبقى كام هيبقى ثلاثة سنتي تمام طيب نبص على الرسمة بتاعتنا ليه تاكام المدات ده طوله كام طوله واحد متر يعني اتنين سنتي خلي ذلك مش هكتب كده لو كتبت كده يبقى غلط ده معناها كام دي بتديني في الحسابات بتاعتنا عشرين سنتي لانك انت بتشتغل بالمت لكن انا لازم احط كده ايه الصفر ده كده معناه اتنين سنتي من ستين يبقى ده كان تمانية وخمسين من مية متر يبقى انا عرفت النزول اللي هو كان مجهول عندي بتمانية وخمسين من مية متر باجي في النهاية وبكتب كده بقول اهو طول طول العمود يساوي وبدأ اجيب من فوق وانا نازل فابقول ايه طاير زائد دروة من فوق اهو بالبنوت بتاعتي دروة زائد بلاطة زائد الدور زائد السفر زائد النزول وارجع اعوض عنده كله بالارقام بتاعتي فاقول ان الطاير بتاعي طبعا واحد متر زائد الدروة كانت تمانين من مية زائد البلاطة كانت عشرين من مية زائد الدور بتاعي اللي هو تلاتة متر زائد السفر بتاعنا اللي هو كان واحد متر زائد النزول اللي انا طلعته في الاخر تمانية وخمسين واجمع في الاخر واشوف طبعا كده ده كده متر اتنين وثلاثة يبقى خمسة ستة يبقى ستة متر كام ستة متر تمانية وخمسين من هنا كده ابقى انا قدرت اوصل لارتفاع العمود بتاعي وعرفت ان طوله ستة متر تمانية وخمسين جزئية تانية قبل ما نختل لازم اعرفها لك ان طبعا مش بس بجيب طول العمود عندي حاجة اسمها يرضى او يرضى في على الحائط او في الحائط داخل الحائط لو انا عندي الرسمة كده زي ما شفنا من شوية الحوض بتاع او المرحاض اسف اهو وكان فيه ظهره العمود بتاعي اللي هو اربع عين عين اربع بوصة دي يرضى مدفونة دي الوصلة اللي هي هترمي ما بين الجهاز وبين العمود بتكون مدفونة في الحائط عشان توصل الصرف ما بين الاتنين اليرضى دي يرضى بقول عليها يرضى بطول ده طولها السابت تلاتين سنطي نرجع ليه الجدول بتاعنا والبص فيه عجلة كده على الشريح بتاعتنا ونشوف الجدول بتاعنا فيه شكله النهائي انا في خانة الطول دونت الاطوال بتاعتي خانة الملاحظات كل اللي شرحناه في الورق ده كان موجود او بتكتب فيه خانة الملاحظات بعد كده الاعداد والكميات بتكون موجودة فيه الجدول بتاعي بجمع عشان في الاخر في خانة الجملة اقول له انا عندي ستة متر مواسير هتيجي تركبهم ازاي فيه النهاية حابب ايكد على جزئية عشان هنختم بيها ان انا اكون قادر انا ليه نفذت المشروع ده كله عشان قادر او انا اتعلمت او المخرج بتاعنا النهاردة من الحلقة انك انت قدرت توصل انك انت تنفذ عملية الحسابات والمؤيسات والكميات لبنود الاعمال كذلك قدرت ان انت تجري عملية الوصف لبنود الاعمال وعملية التركيب وكذلك الاجهزة اللي موجودة عندك بمواصفاتك كمالك عشان في الاخر خالص اقدر اوصل لعدد محدد بمواصفات محددة احط بناء عليها الكميات او اطرح الكراسة بتاعتي في السوق للمؤولين يقدروا بعد كده يقول لنا اخد الخمس قطع دول بكذا وبناء عليه انالية الاقل ساعة طبعا والاعلة جودة للأسف وقتكم انتهى والوقت دايما معاكم بيمر بسرعة على امل اللقاء بكم ان شاء الله في سلسلة المحاضرات الخاصة بالاعمال الصحية وخاصة مادة التخطيط ان شاء الله باذن الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته